ليلة القدر هي ليلة لا يضاهيها في الفضل سواها من الليالي وفيها تنزل الملائكة والروح بإذن الله تعالى وهي من الغروب حتى مطلع الفجر ويرجى أن تكون إحدى الليالي التالية التاسعة عشرة الحادية والعشرون والثالثة والعشرون من شهر رمضان المبارك من الأعمال العامة المستحبة فيها الغسل عند غروب الشمس صلاة ركعتين في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة التوحيد سبع مرات وبعد الانتهاء يقول سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه دعاء التوسل بالقرآن زيارة الإمام الحسين عليه السلام الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد قراءة الأدعية التالية دعاء الجوشن الكبير دعاء التوبة دعاء أبي حمزة الثمالي دعاء مكارم الأخلاق دعاء طلب العافية قراءة السور القرآنية التالية سورة العنكبود سورة الروم سورة الدخان وسورة القدر ألف مرة سورة دعاء ترجمة نانسي قنقر